بسم الله الرحمن الرحيم من قناة تفكار ويدة بحييكم وبرحب بكل اصدقاء الجدد اللي اشتركوا معايا في القناة نورتوني ان شاء الله تعجبكم قناتي نهاردة بكلمكم عن استخدام البامية وفوايدها للشعر وكمان هاوريكم ازاي نعمل وصفات من البامية للشعر اول حاجة هنشوف ايه فوايد البامية بنشوف فوايد البامية للشعر اول حاجة بنقول ان البامية بتساعد على ترتيب الشعر لان البامية اساسا بتتكون من 90% ماء وده امر رائع عشان الرطوبة والترتيب بتتنقل للشعر بشكل طبيعي لان البامية عندها بروتين بنسبة 2% وده مفيد للحفاظ على توازن الرطوبة والبروتين للشعر غنية بالبرفينول وده مضادات اجسادة بتحارب الجزور الحرى المسببة للتلف في الشعر وفروت الرأس كمان البامية غنية بفيتامينات اي وبي وان وبي تو بسري وبي ناين وي ناين وك ناين كمان البامية غنية بالفيتامينات ومضادات الاجسادة بتساعد في مكافحة تهيق فروت الرأس وقشرة الرأس الناتجة عن الجفاف او السموم تترك فطرة الرأس صحية ومنتعجة كمان البامية بنستفيد منها لفك تشابك الشعر لان هي غنية بالصمغ اللي هي المادة اللازجة اللي هو بنسميه الجل اللي موجود في البامية صيف الشعر بطريقة سهلة ومريحة كمان البامية بتعزز لمعاني الشعر لان هي مرطب غني للغاية وممكن انها تعزز محتوى الرطوبة العام للشعر الطبيعي عشان كده ممكن تحسن الشعر الطبيعي الجف الباهت وتعزز مظهره العام وطبعا بتضيف له لمعة مثالية ورائعة كمان البامية بتنعم شعر المجعد لأه ممكن هلام البامية يعتبر طريقة رائعة لتحديد تجايد الشعر بشكل مرتب وسحي كمان البامية بتدخل في نمو الشعر لان هي بتحسن صحة فروة الرأس وبتحتفظ بطول الشعر كمان بيكون الشعر وفروة الرأس صحيين ومتغذيين فهنا بنحتاج لقصة اطراف الشعر بشكل اقل لان هنتخلص من التقصف والتلف عشان كده البامية بتعزز نمو الشعر وبتعود نقص الفيتامينات اللي هي غنية بالمعادن زي الزينك والمغنيسيوم اللي بتمنع تساقط الشعر ودلوقتي هنتعلم زي نعمل وصفات من البامية للشعر اول حاجة البامية تعتبر كده بقى نعمل بلسم البامية لتقويت وترتيب الشعر محتاجين من اربع لخمس حبات من البامية الكبيرة التصجة وكوبين من الماء آه هخسل البامية كويس قوي وقطعها كطع واتأكد منها خلية من اي شوائب عالقة بعد كده احضر وعاء عميق واضع فيه الماء مع البامية اللي قطعتها وحطهم على النار لحد ما يغلوا اخليها تغلل مدة خمس دقايق هلاقي اللي زوجة قل في الماء اللي نزلت وتجمعت في الماء المغلي آه وتحولت بقى السائل كده ساميك ولزج آه كأنه زي الجل هطف النار واترك المزيج عشان يبرد بعد كده اصف السائل اللزج من البامية واسكبه في وعاء محكم الغلق مثلا برطمان او آآ او بولا آآ وبعد كده ماجي اخسل شعري كويس قوي بالشامبو احط القليل من بلسم البامية على فروة الراس وعلى الشعر وادلك باطراف صوابعي بطريقة آآ جيدة وطريقة مناسبة بالهدوء طبعا وبالراحة وبعد كده اترك المسكة على شعري لحد ما يجف بعدها بحوالي ساعة اشتف شعري بالماء بس واخليه يجف آآ في الهواء واصبح كده آآ شعري بقى ناعم وبقى جامل آآ تانية حاجة هعمل نسك البامية وزيت جزء الهند لترتيب الشعر المكونات على ستة حبات كبار من البامية مخسولين طبعا كويس قوي وخمس معالق من زيت جزء الهند معلقتين كبار من الجلسرين السائل طريقة التحضير هقطع البامية قطع واضعها في مقدار من الماء واضعها في قدر واغليها لحد ما تغلي ويتكون عندي الجل آآ بعد كده اسيبه يبرد وابدأ اصافية اما بمصفاة صغيرة فيها سكوب صغيرة او بقطعة شاش استخرج كل الجل اللي كان موجود في البامية وخليه يبرد في وعق او برطمان وبعد كده اضيف عليه زيت جزء الهند وقلب الخليط كويس قوي بعدها اضيف له الجلسرين بعدها اوزعه على شعري بكميات مناسبة لكل شعري وبرده ادلك فروة راسي بخفة عندي كده اترك المسك ده لمدة نص ساعة وبعدها اشطف شعري بالشامبو الطبيعي الخلي من السلفات وبعدها اقرر المسك ده عدة مرات في الشار فان شاء الله هلاقي نتيجة رائعة لشعري. اه مسك تاني اه البامية والقهوة عشان نعز الصحة فروة الراس. اجيب ستة حبات كبيرة من البامية. اه معلقتين من القهوة واربع معلق من زيت الزيتون. اه اقطع البامية بقطع صغيرة واضعها في قدر فيه ماء وبعدها اغليه لحد ما يتكون عندي الجل بالقوام المناسب. اه اطفي واتركه يبرد. بعد كده اصف الجل بشاش او مصفة صغيرة السكوب. بعدها استخر كل جل البامية. اضيف عليه زيت الزيتون. وبعد كده وطبعا بقلب. وبعدها اقلب اضيف تاني القهوة. واقلب الخليط كله على بعضه. اصبح عندي المزيج من جل البامية وزيت الزيتون والقهوة. اوزعه على شعري كله بكميات متناسبة. مناسبة. وبرضه ادلك فروة الراس بآآ بانامل صوابعي بطريقة هدية. وبعدها اشطف اصيب المسكدة حوالي نص ساعة. بعدها اشطف شعري كويس قوي بالشامبو. وبعدها اخسر شعري بالماء الدافي مش السخ. وبعدها طبعا اخسر شعري بالماء البارد علشان اقفل المسام. آآ برضو هلاقي نتيجة رائعة لشعري. طبعا باخد بالي من شعري كل مرة. انه هو اصبح آآ رائع وجميل وفيه تحسن. وانا طبعا بحسه. اما لو لقيت فيه مشاكل يبقى انا كده عندي حساسية ضد البامية. بعد كده آآ مسك البامية والملح لتقويت الشعر. اجيب خمس حبات من البامية وقطعهم آآ واجيب ربع معلقة صغيرة من الملح. انقع البامية في وعاء ماء لمدة خمستاشر دقيقة. بعد كده استخرج البامية من الوعاء واضعها في وعاء تاني. اضيف لها الملح واهرس البامية كويس قوي. لحد ما يصبح المزيج متجانس. بعدها اضع الخليط على شعري وفروة الرأس ومشت شعري به. لحد ما يتخلل المسك كل جزور الشعر. اتركه على شعر لمدة تلات ساعات. بعد كده اخسل شعري بالماء طبعا بالشامبو. بعد كده بالماء الفاتر. آآ وبعد كده اقرر الوصفة دي آآ مرتين او تلاتة في الاسبوع. آآ مسك تاني البامية واللمون علشان ننمي الشعر. المكونات من حوالي خمسة او ستة حبات من البامية وتكون ياريت تكون ارجانيك. آآ وعصير نص لامونة. وبعد كده ايها غلية. هقطع آآ حبات البامية الكطع صغيرة. وضعها طبعا غسلتها ونظفتها. وضعها فيه قدر وضع فيه الماء عشان هيغلي. واضيف اضيف له البامية لحد تمام الندق. بعد كده اضيف عصير نص لامونة واطفع ليه واتركه ليبرد. باعي الخلطة السابقة دي هحطها على شعري مخصول. يعني اكون غسلة شعري في الاول. ومنظفها مع التدليج بالاصابع. وبعد كده اضع عليها الخلطة دي على شعري وادلك بانامل صوابعي. لحد ما تتغلغل داخل بصيلات الشعر وتنشطها. اترك المسك ده على شعري حوالي حد ما يجف. بعد كده هشوفه بالشامبو بالماء. بالطريقة المعروفة. اكرر تطبيق الخلطة دي من مرة لمرتين كل اسبوع. لو عملت الخلطات دي لمدة شهر او شهرين هلاقي نتيجة مرضية جدا لشعري وهلا وهفرح به جدا وهبقى آآ بطريقة كويسة وطبيعية. آآ بنسأل بنقول اضرار البامية للشعر. البامية آآ ما فيش اي دراسة اكدت ان في اضرار البامية بتسببها للشعر. بالعكس البامية بتفيد الشعر كتير قوي لانها بتحتوي على الفيتامينات والمعادن الضرارية لصحة الشعر. زي فيتامين الف وبه وجيم وهيه وكاف. والكالسيوم والحديد والماغنسيوم والزنك والبوتاسيوم والالياف. عرفنا دلوقتي اي بعض الوصفات للبامية للشعر. اي وصفة منهم استعمليها لشعرك. واللي تجيب معاك نتيجة كتير استمر عليها. وبكده الفيديو بتاعي انتهى. اتمنى انه يعجبكم وينردكم. ما يا جماعة حطوا لايك على الفيديو. علشان ينتشر. وبشكركم. آآ بتمنى حبيبي اللي لسه مشتركوش انهم يشتركوا يفعلوا الجرس على الكل. بحبكم في الله. ومع الف السلام.